لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل ودهنكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المساء رحب بيكم عظيم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقاتنا النهاردة الله يأمر بالكفر عند ابن حجار وشفنا في الحلقة اللي فاتت التنقض الواضح عند الأشعارة في أن مصدر التلقي عندهم هو العقل ولكن في التحسين والتقبيح بيقدموا النقل على العقل وبيقولوا أنهم شرعيين وشفنا ابن حجار قال أن العقل لا مدخل له في الإجاب والتحريم والتحسين والتقبيح وأنه يقع ذلك بحسب العادة والشيخ عبد العزيز الرئيس أكد لنا نفس الكلام في التنقض عند الأشعارة وقال أنهم لا يقلون بالتحسين والتقبيح العقلي فخالفوا العقول والشعارة لأن المفروض عند الأشعارة العقل مقدم على النقل ولكن في التحسين والتقبيح جعلوا العقول مسلوبة من التحسين والتقبيح وأدى بيهم إلى الجبر وبكده بيكون عندهم تنقض كبير وشفنا كمان في شرح الحديث هفكركم به وقال إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقنا في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أحد طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفرح كذا وكان شرح ابن حجر قال وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخيمة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقدره النفس حرام واستفاد منه إن التحسين والتقبيح إنما هو بالشعر فإن جاعة اليمين مفضلة على اليسار وإن اليد مفضلة على القدم وفي حلقة النهاردة هنشوف الشيخ البراك هو بيشرح التحسين والتقبيح وبعد كده ننق الرده على ابن حجر خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي الله لكم يقول ما معنى هذا القول ثم ذكر القول وهو وقع خلاف بين المعتزلة في مسألة قبح الأفعال وحسنها هل هو لذاته أم لصفة من صفاته اللازمة له هذا مثل التحسين والتقبيح عند المعتزلة إن للأفعال حسن وقبح ذاتيين ويعرفان بالعقل وعند الأشاعر في خلاف ذلك يقول للأفعال كل حق ما سوا يعني الشرك والتوحيد من حيث ذاته ما سوا والصدق والكذب من حيث ذاته ما سوا لكن الشرع فرق بين ذلك فيثبتون الحسن والقبح الشرعيين والمعتزلة يثبتون العقليين والصواب إثبات الحسن والقبح الشرعيين والعقليين فالأشياء فالتوحيد والشرك التوحيد حسن عقلا وشرعا والسرك كبيح عقلا وشرعا وهكذا نعم وبعد ما شفنا الشيخ البراك وهو بيشرح بنفسه التحسين والتقبيح تعالوا نشوف رده على ابن حجر الشيخ البراك قال كده وقوله هو يستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشارع المراد بالتحسين والتقبيح الحكم على الشيء بأنه حسن أو قبيح وقد اختلف الناس فيما يعرف به حسن الأشياء وقبحها بعد كده بيتكلم الشيخ البراك عن مسها بالمعتزلة عقلي في التحسين والتقبيح بيقول فمسها بالمعتزلة إن ذلك يعرف بالعقل وإن حسن الحسن وقبح القبيح ذاتيين وإن الشارع كاشف لذلك ويبدأ الشيخ البراك في الكلام عن مسهب الأشعرة في التحسين والتقبيح ويقول ومسهب الأشعرة إن الأشياء فزاتها مستوية إلى اشتراكها في الصدور عن المشيئة وإنما تكسب الحسن والقبح بالشرع فالحسن ما أمر به الشرع والقبح ما نهى عنه الشرع فالحسن والقبح عندهم شرعيين لعقليين ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسنا وينهى عما أمر به فيصير قبيحا وهذا ظاهر الفساد وهنا كلام الشيخ البراكة عبارة عن شرح للتحسين والتقبيح وأهم نقطة قالها الشيخ البراك ويجوز عندهم أن يأمر الله بما ينهى عنه فيصير حسنا وينهى عما أمر به فيصير قبيحا وهذا ظاهر الفساد يعني لو الله نهى عن الكفر ممكن يأمر بالكفر وده معناه بمقياس التحسين والتقبيح الشرائيين اللي بيؤمن بيها الأشعيرة فإن الزنا كفعل غير معروف أنه حسن أو قبيح أو حلال أو حرام لأن العقل ما بيعرفش يحكم على الزنا إلا بالشارع وطالما أن العقل لا يميز بين القبيح والحسن بأي فعل بسبب أن الفعل بحد ذاته لا يكون حسنا أو قبيحا والسبب قاله الشيخ البراك ومسهب الأشعيرة أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة والسؤال هنا هل ممكن أن الشرع يحلل الزنا بعد ما حرمه؟ الجواب عند الأشعيرة نعم يا جوز طب هل ممكن الشرع يحلل الخمر بعد ما يحرمها؟ الجواب عند الأشعيرة نعم يا جوز وإحنا بنامت ربنا هنتكلم عن النقطة دي ونوضحها أكتر في الحلقات الجاية ونرجع لكلام ابن حجر وفيها أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار وإن اليد مفضلة على القدم ودلوقتي إحنا هنشوف رد الشيخ البراك الشيخ البراك بيقول إيه؟ وبحيث يتبين أن الحافظ رحمه الله تعالى يسف في التحسين والتقبيح مسهب الأشعيرة ودعواء أن ذلك مما يستفاد من الحديث وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم يعني في الشرع دعوة غير صحيحة وما ذكروا من الدليل هو حج على خلاف ما ذهب إليه فإن تفضيل اليمين على الشمال واليد على القدم كما قد دل عليه الشرع فقد شهد به العقل والفترة فكل عقل يدرك قبل ورود الشرع فضل الوجهة على الضبر وفضل اليد على الرجل وفضل اليمين على الشمال فتطابق على ذلك الشرع والعقل وطبعا بعد ما شرح الشيخ البراك التحسين والتقبيح هنا أكد الشيخ البراك ردا على شرح ابن حجر على الحديث أن مسهب ابن حجر هو مسهب الأشعيرة في التحسين والتقبيح وأن ما فيش خلاف أن كل الناس عارفها بعقلها أن جهة اليمين مفضلة على الشمال وأن اليد مفضلة على الرجل والوجهة أفضل من الضبر وكل ده عارفينه قبل الشرع فلما يجي الشرع يقوله هيكون متطابق مع العقل وطبعا إحنا بملحوظة مهمة الشيخ البراك قالها أو لم يعلق يعني على كلام ابن حجر في حتة مهمة اللي هي أن النخامة طهرة والبزاق طهرة وبكده أهل السنة والأشعار اتفقوا على طهارة النخامة والبزاق طبعا السبب يعني أن فيه وجود نص وبدأ بالرد على كلام ابن حجر وبيقول إيه بأكد الشيخ البراك أن مسهب ابن حجر هو مسهب الأشعيرة في التحسين والتقبيح زي ما قلت قبل كده والتأكيد ده غريب لأن الشيخ البراك أكد قبل كده أكتر من مرة أن ابن حجر أشعاري واللي عايز يتأكد يرجع لحلقة رقم كانت ب53 بعنوايا عفو الله عنه ويعني الشيخ البراك عاوز يقول أن ابن حجر أشعاري في التحسين والتقبيح والأشعاري زي ما نقلنا من كلام الشيخ البراك وبعدين بيقول ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نهى عنه فيصير حسنا وينهى عن ما أمر به فيصير قبيحا وهذا ظاهر الفساد يعني حسب كلام الشيخ البراك فالزين عند ابن حجر ممكن يبقى حلال والخمر والكذب إلى آخر الأمور وبعد كده بيكمل الشيخ البراك الرد على ابن حجر ويقول إيه وتوجيه ذلك بأن جهة اليمين مفضلة على اليسار وأن اليد مفضلة على القدم يعني في الشارع الدعوة غير صحيحة وبيستدل الشيخ البراك بأن تفضيل اليمين على اليسار هو عقلي فطري والشرع أيد العقل ويقول وما ذكره من الدليل هو حج على خلاف ما ذهب إليه فإن تفضيل اليمين على الشمال واليد على القدم كما قد ضل عليه الشارع فقد شهد به العقل والفترة والغريب إن الشيخ البراك بيقول فكل عاقل يدرك قبل ورود الشارع فضل الوجهة على الضبر فهل ابن حجر ما يعرفش إن الوجهة أفضل من الضبر بالعقل ولا يكون قصد الشيخ البراك يقول إن أهل السنة أفضل من الأشعار لأنهم بيعرفوا أو يعلموا يعني أن الوجهة أفضل من الضبر وطبعا التحسين والتقبيح عند أهل السنة عقليين شرعيين إن أهل السنة عقلا يرفوا إن الوجهة أفضل من الضبر فجاء الشرع وقال إن الواكهة أفضل من الضبر يعني فيه دليل شرعي وهنا فيه سؤال مهم خالص للشيخ البراك هل هناك دليل شرعي ولا تفضيل الواكهة على الضبر بالتحسين العقل فقط عندك طيب وفين برضو دليل الأشعارة بيقولوا إحنا ما نعرفش إن الواكهة أفضل من الضبر إلا بالشارع ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهار ده الشيخ البراك بيقول إن التحسين والتقبيح هو الحكم على الشيء إنه حسن أو قبيح والناس اختلفت فالمعتزلة حكمت عقلها فقط في التحسين وتقبيح الأشياء وقالت إن الشرع يكشف لذلك أما الأشعارة فالتحسين والتقبيح عندهم شريان لا عقليان ويجوز عندهم أن يأمر الله بما نحى عنه فيصير حسنا وينهى عما أمر به فيصير قبيحا وهذا ظاهر الفساد ليه لأن الحلال والحرام ما بنعرفش نفرق بينهم ولا نحكم عليهم إلا بالشارع زي الزنة والكسب إلا أخر ترك الأمور لأن الأشياء في ذاتها مستوية لإشتراكها في الصدور عن المشياء عند الأشعارة وابن حجر راح لما شرح الحديث قال إن النخامة والبزاق طهر وإن جهة اليمين مفضلة على جهة الشمال وإن اليد مفضلة على الرجل وإحنا عرفنا كده من الشارع والشيخ البراك رد عليه وقال كل الناس بعلقه فهمة إن جهة اليمين مفضلة على جهة الشمال وإن اليد مفضلة على الرجل والواقع أفضل من الدبر وإن كل ده عارفينه قبل الشارع فلما ييجي الشارع يقوله هيكون متطابق مع العقل وتابعوني الحلقة الجاية عشان نستكمل مع بعض رد الشيخ البراك على ابن حجر وألتقي بيكم في الحلقاء القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكررد بعقل إذا ما نقمل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أكرر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين حقل المساء